الفيديو كونفرنس بتاع حلقة النهاردة هيكون في ضيفتنا في السادسة مارتين أونيل وهو مدرب طبعا ليستر سيتي وأسن فيلا ومنتخب أيرلندا السابق هيكون ضيفتنا النهاردة في السادسة بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي وشكرا على شركتك معنا في السادسة شكرا جزيلا أنا سعيد جدا لتواجدي معكم شكرا جزيلا يعني البداية وانت كنت مدرب سابق لفريق ليستر سيتي واحد من الفرق اللي قدمت الحقيقة مستويات جيدة جدا في المواسب السابقة صعدت للبريمير ليج في حققت لقب البطولة قدمت عدد كبير جدا من النجوم لأهم فرق الدوري الإنجليزي ازاي بتشوف تراجع مستويهم ازاي بتشوف خساريتهم النهاردة أمام ماشيستر سيتي حسنا هذا أمر مخيبا للأمال بتطبع ليستر سيتي كان لديه أوقات رائعة ليذكرها في السنوات الماضية فاز بالدوري الإنجليزي وفاز بالف اي كوب مرات عديدة فالأمر الآن من الصعب أن تكتشف ومن الصعب أن تستنبط أسباب التأخر في المستوى الفريق لديه لعبين رائعين على سبيل المثال حارس المرمى وبعض اللعبين الآخرين بعض اللعبين المدهشين ولكن ولكن هذا الأمر مخيب للأمال أن يكون لديك هذا الأداء في هذا الموسم بالرغم من الهزيمة اليوم كان لديهم العديد من المرات التي فازوا فيها وأدوا بشكل جيد ولكن هذا أمر مخيب للأمال بتشوف ازاي خريطة المنافسة على بطولة أو لقب البريمير ليك في الموسم الحالي يعني بشوف أنه مانشستر سيتي يمكن هو الاستثناء الوحيد هو الفريق اللي قادر يحافظ على حظوظه وعلى مستوياته في المواسم الأخيرة كل سنة يمكن بيظهر فريق جديد هل تغيرت الخريطة من وجهة نظرك هل تتوقع منافسة من نادي معين لنادي سيتي على لقب البطولة الموسم مستمر لا نستطيع إذا كان هلند في نفس المستوى وحافظ على كفاءته التهديفية فأستطيع أن أقول أن منشستر سيتي سيكون الفريق الأقوى وليس فقط في الدولة الإنجليزية ولكن في أوروبا ككل فبالتالي بالطبع بيب كورديولا استطاع أن يكون فريق قادر على الفوز بشامبيونز ليج هو قادر على صنع هذا الحدث ولكني لا أرى ولكني لا أرى ويأخذ الدور الإنجليزي على محمل الجدية هذا الموسم أعتقد أن هناك العديد من الأندية كأرسنل تؤدي بشكل جيد رائع جدا هذا الموسم أرسنل يؤدي بشكل رائع كتيبة أرتيتا يسيرون بخطة ثابتة في كل التحديات أعتقد أن ليفر بول يفقد النقاط توتنهام يفقد النقاط ولكن وتوتنهام أيضا ولكن لا يسيرون بنفس الثبات ولكن مانشستر سيتي أعتقد أنه الفريق المرشح للفوز بالدور الإنجليزي من وجهة نظرك ليه حصل التراجع على مستوى ليفر بول يعني ليفر بول كان في الموسم الأخير ينفس على لقب دوري الأبطال لغاية آخر لغاية مباراة البطولة كان ينفس على لقب البريمير ليج لغاية آخر ثواني في عمر البطولة لم يفقد سوى ساديو ماني ورغم أنه نجح فيه التعاقد مع داروين نونيز من وجهة نظرك ليه تأخر ليفر بول أو ما سبب تراجع مستوى ليفر بول في الموسم الحالي من وجهة نظري الشخصية فإن رحيل ساديو ماني يعد خسارة كبيرة كبيرة جدا هو لاعب رائع وليس لاعب موسم الواحد ولكنه لاعب ثلاثة وأربعة مواسم بشكل رائع خط الهجوم قد عانى كثيرا بعد ساديو ماني وكذلك خط الدفاع ساديو ماني كان يؤدي بشكل جيد بشكل رائع على مستوى كل الخطوط ولكنه حينما ذهب إلى بارد ميونيخ فبارد ميونيخ عليها أن يستفيد أقصى استفادة من ساديو ماني فليفر بول على مستوى الفريق أعتقد أن ليفر بول يجب عليه إضافة لاعب خط منتصف آخر للكتيبة أعتقد أنهم خسروا بسبب انخفاض المستوى على مستوى خط النص ولكن ليفر بول الآن فريق قوي ولكنه لا ينافس على مستوى الدور الإنجليزي هو الآن ينافس ويركز على دور الأبطال ولكن في هذه اللحظة يجب عليك أن تقول أن ليفر بول ليس بنفس القوة التي كان عليها في الموسم الماضي انتقالا لمسبة الشامبيونز ليج وإحنا على بعض جولة أخيرة من دور المجموعات وبعدها نروح لدور الستاشر أعتقد أن فيه فرق كتير ظهرت بمستوى كويس بتشوف إزاي فرص الأندال الإنجليزية عموماً اللي بتشارك في البطولة في التتويج باللقب وخصوصاً حتى بعد خروج بعض الأندال الأسبانية اللي كانت نادي بحجم برشتونة نادي بحجم أتلاتكو ومدريد وادعوا البطولة إزاي بتشوف فرص الأندال الإنجليزية في المنافسة على لقب الشامبيونز ليج في الموسم الجديد حسناً أعتقد أن أعتقد أن معظم الأراء تتفق معي إذا قلنا أن البطولة الحالية قوية جداً وأعتقد أن الأندال الإنجليزية هي الأقوى إذا تتفق معي أحد فالدور الإنجليزي هو أقوى دوري في العالم الدوري الأكثر وفرع على اللاعبين رائعين أو أفضل اللاعبين في العالم ريال مدريد قام بالعديد من التغييرات برشلونا كذلك قاموا لعيب التغييرات وأتلتكم مدريد فأعتقد أن ليس هناك ليس هناك مفاجآت كبيرة بالنسبة لي على مستوى المنافسة بالنسبة لإشبيلية كذلك لا يستطيع المنافسة فالأنديال الإسبانية بشكل عام قوية ولكن لم تبدأ هذا الموسم بشكل قوي الموسم الماضي كان لدينا كان لدينا منافسة على لقب ومن أول أيام المسابقة هذا الموسم لم يثبتوا الكفاءة كما أثبتوا في الموسم الماضي أعتقد أن بيرن ميونيخ الآن باللعبين الذين لديه لعبين رائعين يستطيع أن يستمر وينافس في البطولة في هذه اللحظة الأندية الإنجليزية هي أقوى الأندية في بطولة دوري أبطال أوروبا بمناسبة الأندية الإنجليزية خليني أسألك على اثنين من أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي في التوقيت الحالي البداية مع CR7 كريسيانو رونالدو إزاي بتشوف علاقته بمانشستر يونيتد وإدارة من ناحية وعلاقته أيضا بتنهاج المدير الفني منشستر يونيتد وهل أنت مع فكرة بقاء واستمراره الأولد ترافورد أم رحيله لنادي آخر حسنا يوجد العديد من الأشياء لنعدها في الاعتبار أول شيء هي علاقة المدرب باللاعب يجب عليها أن تتحسن فتنهاج الآن لا يفكر لا يفكر في البدء برونالدو هو رونالدو رونالدو كان لم يكن لديه مشكلة في أن يبدأ المباريات في المواسم السابقة ولكن الآن نعرف أنه يتقدم في العمر لا يستطيع أن يؤدي مكان يؤديه في السابق فأعتقد أن هذا التوازن الذي يجب عليها أن يحققه يجب عليها أن يفكر في المستواه الحالي وما يقدمه في هذا الموسم فالأمر صعب على المدير الفني إذا كنت مكانه سيكون الأمر صعبا علي إذا كان لديك هذه النوعية من اللاعبين مثل رونالدو سيكون الأمر صعبا أن تقول له لا مكان لك في التشكيلة الأساسية لكن يجب يجب على رونالدو أن يتفهم ذلك أن الأمر صعبا المدير الفني يريد إحراز المزيد من الأهداف أعتقد أن رونالدو لديه نظرة أنانية نوعا ما تجاه نفسه يريد أن يلعب هو يريد أن يلعب ويريد أن يشارك ولكن منشستر نايتد إذا قلت أنهم يدعوه يذهب ولكن عليك إحضار لعب أو آخر يعوض رونالدو أعتقد أن رونالدو أعتقد أن منشستر نايتد الآن يجب عليهم أن يحتفظوا برونالدو على الأقل لنهاية الموسم يهمني أسألك عن محمد صلاح رأيك في مستوى الموسم الحالي لعب كان بيحافظ على فرصه دايما وينافسه بحقق لقب هداف الدولي الإنجليزي إزاي بتشوف مستوى الموسم ده وإزاي بتشوف قدرته على منافسة ماكينة الأهداف إيرلينغ هالند حسنا في بداية الأمر محمد صلاح في المواسم الماضية كان مذهلا كان رائعا لأقول أن محمد صلاح كان في مستوى رونالدو وميسي في المواسم المنقضية لم يقل عنهم كثيرا محمد صلاح كان يحسن مباريات كان رائعا كما الحال مع ميسي ورونالدو فهو لعب عالمي لعب رائع والتوقعات بالنسبة لمحمد صلاح عالية دوما ليس فقط على مستوى جماهير ليفر بول ولكن وليس أيضا جماهير بلده مصر ولكن على مستوى العالم محمد صلاح يستطيع أن ينافس الآن أو لا أعتقد الأمر متوقف على مستوى ليفر بول ومنافسة لمنشستر سيتي إذا بقي اللاعبان في نفس المستوى الرائع أعتقد أن الأمر سيكون صعبا ولكن أعتقد أن محمد صلاح يجب أن يصنع له المزيد من الفرص ليستطيع أن يهدف وينافس إيرلينغ هالند إذا كان إيرلينغ هالند في نفس المستوى العالي من اللياقة والتفوق فأستطيع أن أقول أن إيرلينغ هالند سيتفوق هنفتقد الاثنين في بطولة كسر عالم المقبلة لكن خلينا أسألك للبطولة اللي جاية وبطولة بتقام لأول مرة في توقيت يعتبر في منتصف الموسم إزاي بتشوف شكل المنافسة مين الفرق اللي أنت بترشحها أو شايف من وجهة نظرك أن عندها القدرة على الوصول التحقيق لقب البطولة حسنا بطبيعة الحال أعتقد أن الأمر صعبا أصلا على كل المنتخبات في كأس العالم الأمر صعب أن تتوقع الأرجنتين والبرزيل بالطبع لديهم صفوة لعبين فرنسا كذلك وإنجلترا كذلك لديها إنجلترا إنجلترا مرت بسنوات صعبة مؤخرا ولكن المبارتين الأخيرتين كانت في الحقيقة لا أعتقد أنهم بالأهمية اللازمة لنحكم على منتخب أنجلترا أعتقد أن اللاعبين إذا كانوا في المستوى المطلوب ذهنيا وبدنيا وفنيا فأستطيع أن أقول أنهم سيننفسوا ولكن الأمر صعب الآن فبالتالي المنافسة في كأس العالم بالنسبة لي مفتوحة لكل الاحتمالات أي فريق قوي مرشح ليصعد لدور المقبل أعتقد أن كل شيء يمكن أن يحدث في ليلة المباراة أعتقد أن منتخبات لديهم فرص سانحة المنتخبات الأوروبية لديها فرص أكبر لتفوز بكأس العالم ولديها فرص جيدة كمنتخبات أمريكا الجنوبية فالمنافسة تقام في الوقت بالنسبة لي في الوقت الخاطئ في السنة هذا رأيي ولكن هذه هي طبيعة الحال أعتقد أننا سنكون متحمسين أكثر لنرى كأس العالم هذا نتمنىها كجماهير بطولة قوية بطولة ممتعة بطولة بننتظرها كل أربع سنوات فنتمنى الحقيقة أن نرى كرة على أعلى مستوى مارتين أونيل المدرب السابق لليستر سيتي ولأسنفيلة كل الشكر كانت أراءه فيما يتعلق بمعظم ملفات الكرة العالمية